النهاردة الحكومة هتبدأ فعلياً وقف تخفيف الأحمال نهائياً ده تبقى للخطة اللي كانت علنتها الحكومة المصرية والدكتور مصطفى مدولي لإيقاف تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء اعتباراً من الأسبوع الثالث من شهر يوليو دي خطوة مهمة جداً وبتعكس فعلاً رغبة الحكومة فإنها تخفف المشكلة بس برضو خلينا نتفق إن احنا كمان لازم نساعد في ترشيد الاستهلاك من خلال أمور بسيطة يعني نحاول نطفي الإضاءة في الأماكن اللي محدش موجود فيها نشيل فياش الأجهزة الكهربائية اللي مش شغالة ده حينعكس على الاستهلاك وحينعكس كمان على فطورة الكهرباء واللي بالتباعية طبعاً كلما نشيل الأجهزة اللي احنا مش متعودين نستخدمها طول الوقت حتى ولو كان نشحن الموبايل هتفرق في الاستهلاك طبعاً وقف خطة تخفيف الأحمال حيكون على مستوى الجمهورية بالكامل مش بس فيه مناطق وأماكن محددة الدولة هتتحمل تكلفة هذه العملية ووقف تخفيف الأحمال من خلال الموازنة العامة لها وده اللي قاله وصرح به المتحدث باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة بأنه تم توفير مليار ومتين مليون دولار لعدم اللجوء إلى قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال في المستقبل عايزين بردو نأكد على فكرة أنه مع إعلان الحكومة وقف خطة تنفيذ الأحمال وعدم أو تخفيف الأحمال وعدم انقطاع الكهرباء ويرد طبعاً أن يحصل انقطاع الكهرباء نتيجة مشكلة فنية في أي منطقة وده بيحصل طبعاً في مختلف الأماكن في العالم لكن لو ده حصل حيتم التعامل مع المشكلة فوراً وحلها علشان الخدمة تعود مرة تانية احنا بقى طبعاً محتاجين الكهرباء في أمورنا الحياتية كل يوم وحتاجين الكهرباء عشان نستشوفنا أنه مرضة